ومتابعة لهذا الشأن معي من بيروت الصحفي والمحلل السياسي جورج علم سيد علم إذن قائد وجنرال في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب عناصر وقائد من حزب الله كانوا ضمن المجموعة التي استهدفتها إسرائيل أمس هل من معلومات حول المهمة التي كانت تقوم بهذه المجموعة في الجولان؟ تحديداً هذه المهمة هو نوع من التعسكر أو التمركز في هذا المسلس الاستراتيجي مع إسرائيل والذي يمتد من مزارة شبعة الجولان وصولاً إلى البقاع الغربي باعتقادي أن التمركز هناك ربما طبعاً يأتي من ضمن ما يسمى الدور الإيراني حزب الله في الصراع داخل سوريا في مكافحة الإرهاب وبالتالي هذا الأمر لم يعد جديداً ذلك أن حزب الله كان قد أعلن صراحة انحيازه إلى جانب النظام السوري في مواجهة المعارضة المسألة إذن ليست بنتم سعيداً تحديداً إذن سمعنا سابقاً تصريحات لحسن نصر الله هدد فيها بتحويل الجولان إلى جبهة جبهة في مواجهة إسرائيل هل جاء هذا التواجد في المنطقة برأيك في هذا الإطار؟ باعتقادي نعم لأن الجولان هناك بطبع حال ما يسمى بالجبهة النصرى بالمعارضة بأتيافها وبالتالي كما أشرت أن حزب الله الذي يقاتل في سوريا على جانب إيران طبعاً هو مع النظام ومع ما يسمى الدفاع عن خط المقاومة ومحور المقاومة وهذا هو التعبير التقني الذي يستقيمه عادة حزب الله وسيد حسن نصر الله لتبرير وجود عناصره في هذا المسلس ماذا عن الرد المحتمل إذن لحزب الله وهل ستجر لبنان إلى مواجهة جديدة مع إسرائيل برأيك؟ ما يتعلق بلبنان باعتقاد الجبهة سوف تبقى مستقرة هناك الخط العزرق هناك القرار 11-01 هناك القوات قوات يونيفل الموجودة في الجنوب وبالتالي المواجهة أو فتح هذه المواجهة يعني أن هناك قرار دولي كبير وبالتالي خرق هذا القرار باعتقاد ليس بالأمر السهل أما فيما يتعلق بالرد من طبعاً سوريا هذا الأمر أيضاً مستبع لأعتبارات استراتيجية أولاً إذا كان هناك من رد في القرار سيكون إيراني إيران ليست الآن في وارد فتح جبهة وهي التي طبعاً تجتاز مفورات صعبة حول برنامجها النووي وبالتالي هناك طهارة من قبل الرئيس باراك أوباما الذي حذر الكونغرس الأمريكي من اتخاذ المزيد من العقوبات ضد إيران وضحت الصورة وضحت الصورة شكراً جزيلاً لك المحلل السياسي جورج علم كنت معنا من بيروت شكراً لك